الله يعطيكم العافية اليوم لحنا اخذ الجزء التاني من المحاضرة الاولى ومع ذلنا في خافضات الضغط من المحاضرة الماضية لنا اهم الزمر المستخدمة في تدبير ارتفاع الضغط هي الادوية التي تغير وتعدل وتنقص وظيفة الجهاز العصبي الودي فعند مرضى ارتفاع الضغط المتوسط الى الشديد معظم الادوية الفعالة تتضمن يلي بتصبت وظيفة الجهاز العصبي الودي طبعا الجهاز العصبي الودي مثل ما قلنا سابقا يهدف الى رفع ضغط الدم او المحافظة عليه ذلك وقت انا بصبت وظيفة الجهاز العصبي الودي بخفض ضغط الدم وفيني صبت الودي بعدة طرق فيني صبته من المركز من الجهاز العصبي المركزي فيني صبت تحرر الناقل العصبي من نهايته اللي هو النور ابنفرين لانه الودي وقت بنبه الاوعية الدموية وبنبه القلب بنبههم من خلال الناقل العصبي النور ابنفرين فهناك ادوية تمنع افراز النور ابنفرين من النهاية الودية وبالتالي كأنه عملت قطع جراحي للجهاز العصبي الودي واخر طريقة هي المستخدمة اكتر وتعتمد على حجب المستقبلات الادرينيرجية ما بعد المشبك الفا او بيتا وهي اكثر انتقائية لانها تعتمد على صنف المستقبلات اللي بتحجبهم وهي الطريقة صارت هي المستخدمة اكتر شي حاليا ولازم النوة ان جميع تلك الادوية والتي تخفض ضغط الدم عبر تعديل النشاط الودي ستؤدي الى تأثيرات معاوضة ويقصد بالتأثيرات المعاوضة هي ردة فعل الجسم تجاه تخفيض الضغط فمن اهم التأثيرات المعاوضة التي تنشأ في الكلية الكلية بتكون متكيفة مع الضغط الدموي المرتفع فنحن وقت نجي ونخفض ضغط الدم ستنقص التروية الدموية الكلوية ويؤدي ذلك الى نقص ارتشاح الصوديوم والماء من الجسم وبالتالي احتباس صوديوم ماء وارتفاع حجم البلازمة وبدأ عودة ارتفاع الضغط ذلك هذا تأثير مهم نسميه تأثير معاوض هو احد التأثيرات المعاوضة لذلك قاعدة سريرية ويجب استخدم حاصرات بيتها يجب مشاركتها مع المدرات يعني ويجب استخدم الأدوية التي تحل الودة بشكل عام ويجب استخدمها مع المدرات نبدأ بالأدوية التي تحل الودة مركزيا والتي استعملت على نطاق واسع في الماضي لمعالجة ارتفاع الضغط وهي نادرة الاستخدام حاليا ببساطة آلية التأثير تنقص التدفق الدموي من المراكز الوعائية في جزع الدماغ والتي تمثل المركز الودي ولكن بنفس الوقت تسمح لهذه المراكز بالاحتفاظ بحساسيتها وحتى زيادة استجابتها لمستقبلات الضغط من أهم الأدوية الحالة للودي المركزية هي الميتيل دوبة واسع الاستخدام في الماضي ولكن حاليا يستعمل في حالات ارتفاع الضغط الحملي وبالتالي يؤدي إلى نقص تدفق الودي إلى المحيط إلى الأوعية وإلى القلب ولكن انقاص الضغط الدموي بيكون من خلال انقاص المقاومة المحيطية مع تبدولات متغيرة في نظم القلب ونتاجه الحرائق تبعه يدخل الدماغ عبر نواقل الحموض الأمينية طبع المقر تأثير الدماغ فيجب أن يدخل إلى الدماغ الجرع الفماوي الاعتيادية منه تنتج التأثير الأعظمي الخافض للضغط خلال 4 إلى 6 ساعات ويستمر لفترة حتى 24 ساعة والنواتج الاستقلابية تبع خاصة ميتيل نور إبنفرين لها فعل خافض للضغط وتتراكم في خواصلات النهايات العصبية في الدماغ ذلك فعل الدواء يبقى حتى بعد اختفاء جزيئات الدواء الأم من البلازمة لأنه يتركز في الدماغ السمية أو الآثار الجانبية من أكثر الأعراض الجانبية التهدئة خاصة عند بدء المعالجة ومع استمرار المعالجة قد يشكل مريض من إضعاف التركيز العقلي منجي هلأ للحاصرات الأدري نيرجية الأكثر استخداما في مجال تخفيض نشاط الودي الحاصرات الأدري نيرجية أو الحاجبات ترتبط إلى المستقبلات الأدري نيرجية ألفة وبتا وبتعملها حجب ما بتنبهها بتعملها بلوك أو حجب في وجه المنبهات الطبيعية داخلية المنشأ مثل النور إبنفرين المفرز من نهاية الودي والإبنفرين المفرز من لب الكذر وبالتالي تحجب تأسيل كاتيكول أمينات الداخلية وبالحقيقة مبدئيا ما في عندي حاصرات تحصر ألفة وتحصر بيتا فلذلك الحاصرات الأدري نيرجية تقسم إلى قسمين لحنبلش بحاصرات مستقبلات ألفة الأدوية التي تحصر مستقبلات ألفة تؤثر وبشكل جوهري على ضغط الدم طبعا أنا وأتبقوا مستقبلات ألفة دغري بروح تفكيري إلى ألفة ون التي تسيطر على الشعيرات الدموية المحيطية والمسؤولة عن المقاومة المحيطية هذه الشعيرات أو الأوعية المحيطية هي التي تتحكم في الضغط الدموي لأنها تتحكم بالمقاومة المحيطية وهي خاضعة لتأسيل كاتيكول أمينات الداخلية النور إيمينفرين من نهاية الودي والإيمينفرين المفرز من لب الكذر والذي دائما يجعلها بدرجة من التقلص للمحافظة على المقاومة المحيطية فأنا وقت بيجي بعمل بلوك لألفة ون الموجود في الأوعية يؤدي ذلك إلى انخفاض المقاومة المحيطية وانخفاض الضغط وانخفاض الضغط بهالصورة بيكون سريع وقوي مما يحفز منعكس البارو ريفليكس الذي حكينا عنه المحاضرة الماضية ويؤدي إلى تسرع قلب انعكاسي حاصرات مستقبلات ألفة الأولى ما كانت انتقائية بمعنى تحصر ألفة ون وألفة ون ومن أهمل في نقصي بين زمين حاصر غير انتقائي ويرتبط بمستقبلات ألفة ون وألفة ون ألفة ون بعد المشبك ألفة ون قبل المشبك في النهايات الودية المسؤولة عن إفراز النور إبنفرين عن ضبط إفراز النور إبنفرين لكن بالحقيقة وبخلاف معظم الحاجبات أو المنبهات ارتباطه بمستقبلات ألفة ارتباط قوي لأنه يرتبط بروابط كيميائية اتحادية فيؤدي ذلك إلى بقاءه على المستقبل لفترة طويلة جدا أما باقي الحاجبات هي حاجبات عكوسة بتعود على المستقبل لفترة مؤقتة أما الفينوكسي بنزامين فهو حالي استثنائية لأنه بيعود على المستقبلات بروابط كيميائية اتحادية فبيضل حاجبه فترة طويلة جدا فلذلك أنا بقول حاجبه غير عكوس وغير تنافسي لأنه ما بيحجب الموقع الفعال بيحجب غير الموقع الفعال على المستقبل طيب شو كيف بده ينتهي تأثيره الآلية الوحيدة التي يستطيع فيها الجسم تغلب على هذا الحجب أنه يرجع يصنع مستقبلات جديدة وهذا بده 24 ساعة طبعا المستقبلات هي بروتينات وإلى عمر فبعد 24 ساعة النسيج يعني الأوعية الدموية تصنع مستقبلات جديدة طبعا غير محجوبة ويتم استعادة مستقبلات ألف ون فلذلك تأثيره 24 ساعة وهي الفترة اللازمة لتصنيع مستقبلات جديدة الأفعال الدوائي عبر حجم مستقبلات ألف فإن الفوان يعني فإن الفينكسي بن زمين يمنع التضيق الوعائي للأوعية المحيطية والناتج عن الكاتيكول أمينات الداخلية وهون بيكون توسع وعائي يؤدي إلى هبوط شديد في المقاومة المحيطية ويحرض على منعكس تسرع قلب إنعكاسي السبب الثاني في حدود تسرع القلب غير الإنعكاسي هو حجم مستقبلات ألفة ما قبل المشبك الموجودة على الأعصاب اللودية المنبهة للقلب ينتج عنه زيادة في النتاج القلبي لح أرجع أشرحها مرة تانية أول سبب في تسارع القلب هو المنعكس العصبي على الشكل التالي الفينكسي بن زمين بيجي بيحجوب ألف ون فيؤدي ذلك إلى توسع وعائي شديد في الأوعية المحيطية وهبوط الضغط بقوة متى لما تعلمنا بالمحاضرة الماضية هبوط الضغط بقوة تستشعر به المستقبلات الضغط الباروريسبتور فبتبعت إشارة إلى المركز الوعائي الحركي المركز الوعائي الحركي بزيد التنبيه الودي للقلب الذي ينبه بيت توان طبعا بالتوان شغالة ما حجبناها فيؤدي إلى تسارع قلب انعكاسي ثانيا نهايات الودي تحوي مستقبل ألف تو مع قبل المشبك المسؤول عن تنظيم إفراز النور إبنفرين فواتبجل في نقص بنزامين بيحجب الألف تو الألف تو كانت مسؤولة عن كبح وضبط إفراز النور إبنفرين لذلك اللح يزداد إفراز النور إبنفرين زيادة كبيرة وأنا هون عب بحكي عن نهاية الودي المنبهة للقلب فنهاية الودي المنبهة للقلب يزداد فيها إفراز النور إبنفرين زيادة كبيرة فيزداد تنبيه بيت توان وطبعا بيت توان تؤدي إلى تسارع قلب مباشر لذلك تسارع القلب الناتج عن جرع من الفينكس بنزامين له سببين انعكاسي ومباشر الاستعمالات السريرية يستعمل لمعالجة ورم القواتم الذي يصيب لب الكذر وورم القواتم هو ورم مفرز الكاتيكول أمين يصيب خلايا لب الكذر فتطلق كميات كبيرة من الكاتيكول أمينات الإبنفرين يعني والنور إبنفرين طبعا أنا بعالج المريض كتدبير بالفينكس بنزامين قبل الجراحة حتى سيطر على الحالات الحرجة من ارتفاع الضغط لأنه هذا مريض عنده زيادة بالكاتيكول أمينات الداخلية وعنده ارتفاع ضغط كبير فأنا بعالجه بالفينكس بنزامين كعلاج دوائي قبل إجراء الجراحة تأثيراته الجانبية الفينكس بنزامين لحيوسع الأوريدي لنفس السبب لأنه بيحجب ألف ونف الأوريدي وبالتالي تتوسع الأوريدي وتبقى كمية الدم في الأوريدي السفلية فيشعر المريض خاصة في وضعية الوقوف بهبوط ضغط انتصابي احتقان أنفي لأن الشعيرات الدموية في الأنف تتوسع لنفس السبب حجب ألف ونف تتوسع وتمتلئ بالدم وتحتقين يشبه احتقان البرد والزكام غسيان وإقياء كما أنه هذا الدواء بسبب تسرع القلب الناتج عنه الانعكاسي يؤدي إلى زيادة جهد العضلة القلبية وزيادة حاجتها للأكسجين وهي الشغلة ضارة لدى شخص لديه بالأصل إفقار تروية قلبية لأن العضلة القلبية عندما يزداد جهده تطلب أكسجين أكثر والشرعين الإكليلية لدى هذا الشخص عاجزة عن التوسع وزيادة إمداد العضلة القلبية بالأكسجين فتصير عنده أزمة قلبية لذلك مضاد استطباب أن يعطي له مريض لديه إفقار تروية إكليلية قلبي الفينتولامين مثل الفينقسي بنزامين حاجب غير انتقائي لألف ونو ألف تو ولكن حاجب عكوس وحاجب تنافسي ينتج عنه بوض ضغط انتصابي كما يسبب تسرع قلب انعكاسي وعن طريق حاجب الفتو في الأعصاب الودية القلبية يحرض على نشوء لنظمية قلبية وزبحة قلبية وسبب التسرع القلب على انعكاسي وزيادة جهد العضلة القلبية ومضاد استطباب عند المرضى اللي عنده نقص تروية إكليلية قلبية يستعمل لأجل المعالجة قصيرة الأمد لورم القواطم مثل الفينقسي بنزامين نجي هلأ للبرازوسين، تيرازوسين، دكساسوسين، ألفوسوسين والتامسولين وهي أدوية حاجبة انتقائية لألفون مثل ما بنعرف تطوير الأدوية دائما بيكون باتجاه الانتقائية أنا اللي بهمني هو حجب الألفون حجب الألفة ما بيعطيني أي فائدة طبعاً وقت بقول ألفون في الأوعية الدموية تحديداً بتكون ضمن العضلات الملساء الوعائية وأيضاً الألفون موجودة في العضلات الملساء الحشوية ومنها عضل الملساء لمحفظة البروستات، بروستات كابسول ذلك تستخدم لمعالجة تضخم البروستات الحميد طبعاً هذه الأدوية عندما تحجب ألفون في الأوعية الدموية ستنقص المقاومة المحيطية وتخفض ضغط الدموي عبر إرخاء العضلات الملساء البيعائية للشرائين والأوردة الاستعمال العلاجي الأشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط وتمت معالجتهم بهذه الأدوية سيكون تأثيراً قوي ويمكن ما يتحملوا بعد الأمر تأثيراته الدوائية فالجرع الأولى ستحدث صبوط ضغط انتصابي كبير ومن الممكن أن تؤدي إلى إغمى فينتينج ذلك هذا الفعل منسميه تأثير الجرع الأولى ومن الممكن انقاصه بتقديم جرعة أولى تكون هي تلت أو ربع الجرع المعتادة أو تقديمه عند وقت النوم حتى المريض يعتاد على التأثير الخافض للضغط أيضاً حاصرات الفستخدمت كبديل عن الجراهة في حالات تضخم البروستات الحميد لأنه أنا أتحجب مستقبلات الفون في العضلات الملساء تبع محفظة البروستات وعنق الملساني تخفف من أعراض احتقان البروستات الحميد أو تضخم البروستات الحميد ذلك بتحسن تدفق الدم طبعاً هذا الإجراء استعمال دوائي قبل الجراحة أو إذا تعزر العمل الجراحي في البروستات ومن حاصرات ألفة بختار التامسورين لأنه أكثر انتقائية لنمط مستقبلات الفون الموجودة على العضلات الملساء للبروستات الفون اي التامسورين هو الأكثر انتقائية لها أما الموجودة على الأوعية الدموية هي ألفا ون سي هي نمط جزئي مختلف عن ألفا ون اي الموجودة على العضلات الملساء للبروستات لهاد السبب استخدم تامسورين ترجمة نانسي قنقر